قبل أيام قليلة من انطلاق مونديال روسيا 2018 وما بين الشد والجذب بين النساء والرجال حول اهتمام الرجال بهذا الحدث الرياضي الكبير انطلق هذا الهاشتاغ نصيحة للبنات قبل المونديال دانا مثلا تقول شيلو المزح أنا بعدني لهلأ ما بعرف ليه الجولر أو الجولكيبر ما بيمسك الطابة وبيركد فيها لآخر الملعب حرس المرم هي تقول لماذا هي لا تعرف لماذا لا يهاجم أو يستمر في اللعب إلى الأمل ولاقف في مكانه كارم موتران تقول ما تنغرموا باللعيبة وتعشوها كتير لأنه ما بالن فيكن في إشارة إلى اهتمام العديد من النساء بلاعيب كرة القدم وبأشكال لعيب كرة القدم وبعض اللعبين ربما لا يقلوا وسامع النجوم السينما أو التلفزيون أو عرضي الأزياء في بعض الأحيان رانيا علاء الدين تقول موجهة الكلام للنساء معك شهر تعيشي على رياحتك نصيحة حضري برنامج ظهرات من هلأ ونبسطي أنت واصحابك لأن حضرته ما رح يعبرك بفترة المنديال في إشارة أيضا إلى اهتمام الرجال التام والتركيز بالمباريات ولكن الرجال أيضا ربما من أحد التعليقات أبسط طريقة لشرح تسلل يعني شارك بها أحد المغردين بشرح تفصيلي أو برسم توضيحي توضيحي للتسلل حتى ربما يوفر عناء السؤال عندما العديد من النساء ربما لا يقوموا بالاهتمام بكرة القدم أو بمتابعة كرة القدم فدائما ما يسألوا عن قوانين هذه اللعبة ربما هذا ما دفعه إلى أن يشرح ذلك بالتفصيل ربما في هذه النقطة في إطار النصيحة اشتركوا في القناة